موسيقى جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها نجاة شاب صدمته سيارة أثناء مشاهدته تلفاز في المنزل نقل شاب إلى مستشفى في مدينة بريطانية بعدما صدمته سيارة أثناء مشاهدته للتلفاز في غرفة المعيشة بمنزل شقيقته وذكرت صحيفة ديليمان البريطانية أن السيارة صدمت بجدار المنزل وحطمته وهو ما تسبب في إصابة الشاب واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم ديسباسيتو أغنية أنقذ الدولة من الإفلاس أنقذت أغنية ديسباسيتو دولة بورتريكو من الإفلاس وأسهمت في انتعاش قطاع السياحة في هذه الدولة التي أعلن حاكمها إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار إلى أن هذا الوضع بدأ بالتغير بعدما حققت الأغنية المصورة بأحد مناطقها نجاحا من قطع النظير في فترة محدودة إذ تجاوز عدد مشاهدي الأغنية على موقع يوتيوب أكثر من ملياري مشاهدة وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نطالع منها سعرها 20 ألف دولار تعرف على الشطيرة الأغلى في العالم أطلقت الشركة الأمريكية الرائدة في الوجبات السريعة دجاج كنتاكي شطيرة مقابل مبلغ مالي كبير إذ يصل سعرها إلى 20 ألف دولار الشطيرة الجديدة ليست للأكل والسر وراء سعرها المرتفع هو أنها مصنوعة من سخور نيزك تم جلبها من الفضاء وتشكيلها على هيئة الشطيرة الشهيرة لكنتاكي صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين جاء فيها أنجب الطفلة في سن الستين فكان جزاؤها الهجر لم تكتمل فرحة الزوجة التي تبلغ من العمر ستين عاما بمولودها الذي انتظرته لأكثر من عشرين عام إذ سرعان ما باشر زوجها بإجراءات الطلاق بسبب عدم تحمله بكاء الرضيع المستمر طوال الليل وختم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية والكرم يزيد الإحساس بالسعادة قالت نتائج بحث سويسري جديد إن سلوك العطاء والكرم ينشط منطقة بالدماغ ترتبط بالإحساس بالرضى والمكافأة وبحسب نتائج الأبحاث فإن العطاء لا يقتصر على المال فقط وإنما يشمل الوقت والجهد والاهتمام اشتركوا في القناة